تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونيك للأمن بمشاركة مصر وممثلي أكثر من أربعين بلدا وعلى مدار سلاثة أيام ننقش المؤتمر عددا من القضايا الدولية في الشرق الأوسط والخليج العربية إضافة إلى ردود الفعل الدولية على خطة السلام الأمريكية والأخطار التي تواجه القارة الأوروبية فضلا عن تبعات تفشي فيروس كورونا وأثر تغير المناخ على الاقتصاد العالمية